السلام عليكم كيف أصبحتم يا ثالث؟ اليوم سوف نأخذ في مادة التربية الإسلامية درس الدعاء الدعاء هو طلب الخير من الله تعالى فهو القادر على تلبية الحاجات والمعطي والمانع وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء إذن الدعاء أي طلب الخير من الله فالله وحده هو القادر على تلبية احتياجات العبد والله وحده هو الذي يعطي والذي يمنع قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذن يقول الله سبحانه وتعالى إذا قمنا بدعائه سيستجيب لنا دعاءنا إن شاء الله الدعاء من العبادات المهمة لأنه يقرب العبد من ربه ويفرج الهم ومن خلاله نشكر الله على نعمه إذن الدعاء شيء جميل جدا لأنه يقرب العبد من ربه فعندما يحتاج العبد شيء فلا يلجأ إلا لله سبحانه وتعالى وحده وبذلك يطلب من الله ما يشاء فيتقرب إلى الله تعالى وفي ظل ما نعيش نحن من ظروف في هذه الأيام يجب علينا يا ثالث أن نكتر من الدعاء ونطلب من الله أن يبعد عننا هذا المرض ونستغفر الله كثيرا وإن شاء الله سيستجيب الله لنا دعاءنا إذن شرع الله الدعاء من أجل تلبية الحاجات يحرص المسلم على الدعاء في كل وقت وخاصة في الأوقات الآتية السجود أثناء الصلاة والمسلم خاشع يصلي لله في أثناء سجوده يطلب احتياجاته من الله وسيستجيب الله دعاءه إن شاء الله وأيضا في شهر رمضان المبارك فهو شهر الخير والبركة والرحمة فناده الله ما نشاء وقد اقترب شهر رمضان يا ثالث فعندما يأتي ادهوا الله ما تشاءون وسيستجيب الله دعاءكم إن شاء الله وأيضا يوم عرفة من أحد مناسك الحاج الوقوف على جبل عرفات فيدعو فيه الحاج ما يشاء ويستغفر الله ويستجيب الله له دعاءه إن شاء الله عند نزول المطر أيضا الدعاء مستجاب فالمطر وخير ورحمة وبركة من الله سبحانه وتعالى ودعاء نزول المطر اللهم صيبا نافعا إذن عندما ينزل المطر نقول هذا الدعاء يا ثالث اللهم صيبا نافعا والصيب أي هو المطر أن يكون هذا المطر نافعا وخيرا إن شاء الله إذن عند نزول المطر نكثر من الدعاء لأن الدعاء في هذا الوقت مستجاب إن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء